تتابع الإدارات والمعنية بوزارة الداخلية جهودها خلال شهر رمضان الكريم من أجل تأمين السلامة العامة وتعزيز التواصل والشراكة المجتمعية وفي هذا الإطار تنهض شرطة خدمة المجتمع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها لشرطة خدمة المجتمع دورها الرئيسي في منظومة تحقيق الأمن والاستقرار خاصة وأنها قائمة في عملها على الشراكة المجتمعية والحضور البارز في الفعاليات والأنشطة التي تؤكد أن الأمن مسؤولية مجتمعية وفي هذا الإطار فإن شرطة خدمة المجتمع الأكثر قربا من المواطنين والمنوط بها تحقيق الشراكة في أفضل صورها جهود أفراد شرطة خدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل في جميع المحافظات وذلك لكون هذا الشهر يزخر بالعديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والدنيا والشعبية تكثيف الدوريات في الأسواق والمحال الشعبية والمجالس الرمضانية والحدائق العامة جمعا إلى جمعا المواطنين من الجمهور والمقيمين والزوار لتأمين سلامتهم وتأمين سرعة الاستجابة لهم لحاجتهم ومن بين مهام شرطة خدمة المجتمع رصد الظواهر السلبية والمشكلات المجتمعية والعمل على معالجتها من خلال التفاعل الإيجابي والتقارب مع كافة مكونات المجتمع وفي هذا الجانب قطعت شرطة خدمة المجتمع شوطا طويلا ونفذت برامج وفعاليات ناجحة كان لها دورا رئيسيا في مكافحة الجريمة والحد منها من خلال إجراءات وقائية عمل أفراد شرطة خدمة المجتمع في الشوارع الأمنية النموذجية من أجل تنظيم الحركة المرورية ضمان سيابية الحركة والتقليل من الازجحامات المرورية والتقليل من المخالفات التي قد تحصل من بعض المواطنين أو المغيمين تم وضع الحواجز المطاطية في الأماكن التي تكثر فيها الازجحامات الوقوف الخاطئ من أجل أن نقلل من الازجحام في الشارع الأمن النموذجي ونحن نكون متواجدين خصوصا في أوقات الزحمة من بعد صلاة التراويح ووقت إغلاق المحلات التجارية وهو وقت الصلاة ونتمنى من المواطنين والمغيمين التعاون مع رجال الأمن على اساس نضمن انسيابية الحركة في الشارع الأمن النموذج دورنا كأفرار خمة المجتمع عند المساجد تعمين الصلاة وصلاة التراويح تنظيم حركة السير ومساعدة الذويحتاجة خاصة ووفرنا دوريات من الجنسين الذكر والأناث لحد من ظهر التسور وننصح للمصالين باتباع أشارات شرطة المجتمع إن تعزيز الشراكة المجتمعية أمر أساسي ومسؤولية مشتركة والهدف النهائي خدمة الوطن وحماية المنجزات ولذلك تبقى مهمة شرطة خدمة المجتمع هي تطوير آليات هذه الشراكة لتبقى الركيز الأساسي للأمن الشامل اشتركوا في القناة